بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلابي ومشاهدي الكرام في درس جديد من دروس أو سلسلة أحكام تجويد القرآن الكريم درسنا اليوم عن أحكام الميم الساكنة وحكام الميم الساكنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام إضغام متماثلين أو إضغام شفوي إخفاء شفوي إظهار شفوي وسنتعلم عن حروف كل قسم في بقية درسنا اليوم ولكن قبل أن نبدأ نذكر أنفسنا بالحكم الأول من سلسلة أحكام تجويد القرآن الكريم وهو حكم النون الساكنة والتنوين وسوف أترك لكم رابط هذا الدرس في التعليقات أو في الشرح أسفل الفيديو حكم أن أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة أقسام الإضهار والإضغام والإقلاب والإخفاء الإضهار حروفه 6 وهي الألف أو الهمزة والهاء والعين والغين والحاء والخاء أما الإضغام فينقسم إلى أقسمين إضغام بغنة وحروفه ينمو وإضغام بغير غنة وحروفه اللام والراء أما الإقلاب فله حرف واحد وهو الباء وأخيرا الإخفاء وحروفه هي باقي الأحرف بعد 6 الإضهار و6 الإضغام وحرف الإقلاب إذن يكون الإخفاء حروفه 15 حرفا نبدأ الدرس الثاني من دروس أحكام تجويد الكرآن الكريم وأحكام الميم الساكنة وكبداية قلنا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام إضغام متماثلين إخفاء شفوي وإضهار شفوي الإضغام المتماثلين له حرف واحد وهو الميم والإخفاء الشفوي له حرف واحد وهو الباء أما الإضهار الشفوي فحروفه هي الباقية بعد حرفي الإضغام والإخفاء أي هل تدرون كم حرف حرف اللغة العربية كم حرف نعم 28 حرفا ناقص 2 فيكون 26 حرفا حرفاً وتهيئة لهذا الدرس يجب أن نعرف أولاً أنواع الميم أو أنواع الحركات على الميم لنعرف جيداً الميم الساكنة ويحكمنا اليوم الميم قد تكون متحركة أي يكون فوق فتحة أو تحت كسرة أو فوق ضمة كما يموضح هنا أو قد تكون منونة أي عليها تنوين قد يكون تنوين بالكس أو تنوين بالفت أو تنوين بالضم أو قد تكون حركة الميم مشددة أيضاً قد يكون عليها شدة وفتحة أو شدة وضمة أو شدة وكسرة إذن علمت الميم من التحركة والميم المنونة والميم المشددة ولكن ما نقصده أو حكمنا اليوم يتعلق بالميم الساكنة لكي تلاحظ ذلك جيداً عندما يكون أمامك آية تعرف هل هي حكم من أحكام منونة الساكنة والتنوين أم لا إذا رأيت حركة فتحة ضمة أو كسرة أو رأيت تنوين فتحة أو كسرة أو ضمة أو رأيت شدة إذن لا يكون هنا حكم من أحكام الميم الساكنة تذكر ذلك جيداً أما متى يكون هناك حكم من أحكام الميم الساكنة الثلاثة إذا رأيت على الميم سكون والسكون يكتب في القرآن هكذا كما تلاحظون إما دائرة صغيرة فوق الميم أو هكذا اللي هو الجزء الأعلى فقط من حرف الحاء أو الجيم أو الخاء لا هكذا بدون أي نقاط هكذا بيكون الميم الساكنة عليها سكون دائرة صغيرة أو هذه الحركة في القرآن إذا رأيت أي كلمة في القرآن الكريم عليها سكون هكذا إذن تنظر إلى الحرفة التي قبلها لتعرف ما هل هو إضغام أم هو إضهار أم هو إقلاب كما سنعرف بالتفصيل في الأمثلة التالية بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الميم الساكنة هي الميم الخالية من الحركة كما علمنا سابقا ولا ثلاثة أحكام الإخفاء والإضغام والإضهار سنأخذ كل حكم بالتفصيل أول أحكام الميم الساكنة هو الإخفاء الشفوي والإخفاء الشفوي يسمى إخفاءا شفويا لخروج الميم الساكنة وحرف من الشفتين وسبب ذلك التجانس في المخرج والاشتراك في أكثر الصفات وله حرف واحد وهو الباء وأيضا أريد أن ننوه هنا لكي تعرف الفرق بين الإخفاء الشفوي والإخفاء الحلقي الذي هو حكم أحكام النون الساكنة والتنوين تذكر ذلك جيدا لكي تميز إذا رأيت نون ساكنة فتنظر الحرف الذي قبلها وترى هل هو حكم أحكام النون الساكنة أم لا إضهار إضغام إخفاء إقلاب أما الحكمنا اليوم الإخفاء الشفوي يتعلق بالميم الساكنة إذا رأيت أو وقع قبلها أي حرف أو حرف الباء آسف يكون هذا الحكم هو إخفاء شفوي كما في الأمثلة الموضحة فحكم بينهم لاحظ هناك إخفاء بسيط يومهم باء يومهم بارزون لتشابه حرف الميم مع الباء لأنهم يخرجوا منشفتين ميم وباء إذا قرر ذلك معي ميم باء كلهم ما يخرج من الشفتين إذن يكون نخفي هذه الميم فنقول وكلبهم باء وكلبهم باسط ترميهم بحجارة من سيط تمام؟ باء حرف الإخفاء الشفوي وحرف الباء ثاني أحكام الميم الساكنة هو الإضغام الشفوي ويسمى إضغام المثلين أو المتماثلين لماذا؟ لأنه لأن حرف الإضغام هو حرف الميم فإذا وقع ميم متحركة بعد الميم الساكنة فنضغمهما في بعضهما البعض حتى تصير أو تصبح ميماً واحدة مشددة وتظهر عليها الغنة ولي إضغام الشفوي له يسمى إضغام مثلين أو إضغام المتماثلين وأيضاً له اسم ثالث وهو الإضغام الصغير أو قد يسمى إضغام مثلين صغير ويسمى مثلين لكوني مؤلف من حرفين متحدين في المخرج والصفة اللي هو الميم ميم ساكنة بعدها ميم متحركة الحرفين مثل بعضهما متحدين في المخرج والصفة ولماذا سمي بالصغير لأن الأول منهما ساكن والثاني متحرك فسمي إضغام مثلين صغير تذكر ذلك جيداً وسنأخذ بعض الأمثلة هنا ومنهم من ومنهم من لاحظ نضغم الميم في الميم إذا وقع بعد الميم الساكنة هذا باللون الأخضر ميم متحركة هكذا باللون الأحمر فنضغمهما في بعضهما البعض وننطقهما حرفاً واحداً ويميم مشدداً فنقول ولكم ما ولكم ما كسبتم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أعد وأنطق وطبق هذا الحكم حتى تطبقه جيداً نذهب إلى الحكم الثالث والأخير من أحكام الميم الساكنة وهو الإظهار الشفوي ويسمى إظهاراً شفوياً أيضاً لخروج الميم الساكنة المظهرة من الشفتين وحروفه هي 26 حرفاً عدى الباء والميم سنأخذ بعض الأمثلة وليس كلها حتى لا نطيل عليكم مع الهمزة أم أمنتم لاحظ إظهار أم أمنتم إلا رمزة إلا رمزة وهم فريحون لاحظ الميم مظهرة هنا ليست مضغمة ولا مخفية يَمْتَرُون تُمْ وَلَيْكُمْ ظَنَّكُمْ فلاحظ ذلك جيداً وأيضاً هنا ملاحظة أخرى وتحذير من وجود وهذا يعني لكل قاعدة شواز أنه مع الواب والفاء نخفي الميم الساكنة قليلاً فمثل هنا هنا أموات أموات يعني قليلاً لا يكون إظهار يعني بدرجة قوية فقط مع الواب والفاء مثل وهم فارحون وهم فارحون يعني لا نقف كثيراً أو ليس فيها إظهار يعني شفوي قوي ولكن يكون أيضاً يعني قليلاً أيضاً من يعني قليلاً من الإظهار وقليلاً من الإخفاء ولكن هو الحكم إذا أتى لك ويقول لك في مثال في الاختبار ما حكم هذا هنا ومثلاً هذا وهم فارحون دعنا نقول إظهار شفوي ولكن هذا فقط لتوضيح أنه يكون هناك بعض القليل من الإخفاء فإذا جاء ميم ساكنة بعدها فأواو يكون حكم إظهار شفوي كما هو موضح هنا وهذا هو تقييم ختامي سنلعب قليلاً لنختبر أنفسنا ولكن لن لن نستمر في كل اللعبة سنأخذ بعض وإذا أردتم إكمالها فيمكنكم إكمالها في البيت موسيقى ما هو المثال هنا لإضغام الشفوي علمت علمت أن حرف الإضغام هو ماذا نعم الميم جزاء ما هي الآية التي فيها ميم ساكنة وبعدها ميم أيضا نعم أحسن لهم مغفرة ما حكم الميم الساكنة في المثال التالي خلق لكم من أين الميم الساكنة هذه وما هو الخرف الذي بعدها أيضا ميم إذن هذا الحكم ماذا ميم ساكنة بعدها ميم متحركة نقول أنه ممتاز إضغام شفوي هل تذكر له اسم ثاني ماذا نعم إضغام متماثلين صغير ما هو تعريف الإظهار الشفوي نعم عندما تقع بعد الميم الساكنة أحد حروف الإظهار الشفوي ما حكم الميم الساكنة في قول تعالى من أنفسكم أزواج وإذن لا هنا حكم إظهار هل تعرفوا نون بعدها ألف سريعا نعم إظهار ولكن نحن نتحدث اليوم عن حكم الميم الساكنة فأين الميم الساكنة هنا نعم أنفسكم الحرف الذي بعدها ألف إذن الألف من حروف الإضغام أم الإظهار نعم إظهار أحسن ما هو تعريف الميم الساكنة ممتاز أحسنتم الميم الخالية من أي حركات من أحكام الميم الساكنة الإظهار المطلق أم الإظهار الشفوي أم الإظهار الحلقي نعم قلنا أن أحكام الميم الساكنة كلها الثلاثة يطلق عليها نعم شفوي سواء إضغام أو إخفاء أو إظهار فهنا الإضعار الشفوي ممتاز كم حروف الإضهار الشفوي علمنا الإضغام لو حرف واحد والميم والإخفاء لو حرف واحد والباء إذن الإضار كم حروفه أحسنتم ستة وعشرون تمانية وعشرون نقص اثنان يكون ستة وعشرون نكتفي بهذا القدر شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة